تاني حاجة معانا عندنا انفراد مهم جدا نسبة تحققه تزيد عن 70% استقالة أو رحيل حسام البدري من المنتخب القومي بعد مباراة الجابون يبتو ان الالاقة ما بين القائمين على اتحاد الكورة وحسام البدري ريح على طريق مزدود بس اعتقد اننا اخد ملف اتحاد الكورة على بعضه كده قبل ما نمشي فعندنا انفراد مهم من العيار السقيل حسام البدري بنسبة كبيرة وطبقا للتقارير اللي عندنا سيرحل عن المنتخب بعد مباراة الجابون اعتبر ان الخبر مزلزل ومعرفش بقى هم بيعتبروا ركابتل حسام ناس ولازم يمشي ولا ايه القصة محمد مهدي صديقنا العزيز الذي عاد الينا بعد غياب معه كل التفاصيل وحمد الله بالسلامة استاذ مهدي اهلا بك يا ريس واهلا بكل متابعينك الكرام يعني رجلك بقنبلة طوية وانت وحشتني يا محمد الله يخليك يا ريس انت اكتر وحشني كل متابعينك الكرام والاصدقاء العزيز اللي بيتابعونا اتفضل يا حمادة اه طيب اه يعني ما وصلنا من معلومات انه اه ايام حسام البدري اه كمدير فني منتخب مصر الاول اه خلاص او شكت على النفاذ اه حسام البدري سيرحل عن اه القيادة منتخب مصر اه بعد مباراة الجابون اه خمسة تسعة وده اه تم الاستقرار عليه والقرار اه تم يعني اتخاذه من قبل اللجنة السلاسية برئاسة اه احمد مجاهد وكمان الساعات اللي فاتت شهدت مفوضات مع مدرد اجنبي اه من اه امريكا اللاتينية لخلافة حسام البدري واستكمال التصفيات اه المؤهلة لكاس العالم عشرين اثنين وعشرين وعرفنا انه برضو من اسباب انه اه رحيل حسام البدري اعتراض اه اه عدد من اللاعبين المنتخب على تواجده وعلى رأسهم اه النجم الدولي محمد صلاح لعب ليفربول الانجليجي اللي اه تأكد النهاردة يعني عدم حضوره اه لمصر للتوابط في مواجهة اه امبولا ويبزل يعني اتحاد الكرة محاولات لتوابط محمد صلاح في المباراة الثانية امام الجابون اه في الجابون وهناك اتصالات مع نادي ليفربول ومسؤولي وايضا اتصالات مع مسؤولي الفيفا لتدخل لحل هذه القصة ولكن المؤكد هو رحيل حسام البدري بعد مجورات الجابون القادمة يوم خمسة تسعة خلينا ننوح على معلومة مهمة جدا كتبت النهاردة اه في التقارير الانجليزية ان سبب اه اه استناد ليفربول في موضوع محمد صلاح لان مصر ضمن الستين اللي في الدائرة الحمراء اللي اي حد ييجي منها لابد ان يدخل عدل لمدة عشر تيام المفاجأة اه اه يعني اه ان الجابون ليست في الجابون ليست في هذه الدائرة الحمراء يعني الجابون ليست مسجلة بلاك لست في الانجلترا او او دولة خاطرة في كورونا بلاك لست مصر مسجلة في الدائرة الحمراء يعني اي حد ييجي من مصر عشرة ايام يتحجز حجر صحي وده اللي استند عنه عليه نادي ليفربول واسمه القوة القاهرة وعشان كده احمد مجاهد لن يستطيع ان يفعل شيء ولكن ممكن يلعق بمباراة الجابون لان الجابون ليست في الدائرة الامرة في الستين دولة اللي حطاهم انجلترا دول خاطرة في موضوع كورونا بس ده التنوية عشان الناس تفهم بس عشان الناس اللي بعد بالضبط رئيس كمان يعني ازيدك من المعلومات انه كمان لبردول اشترط انه ازا تواجد محمد صلاح في مباراة الجابون بالجابون اشترط ان محمد صلاح يطلع من الانجلترا الى الجابون مباشرة ثم العودة من الجابون الى انجلترا مباشرة وما ينزلش ترانزيد في اي دولة اخرى ممكن تكون من الدول المحظورة او زي ما بيقولوا يعني لقايمة الحمراء فبالتالي هستدعي دخولوا الحجر الصحي في مطار انجلترا لمدة عشر ايام فده هيبوا بالاتفاق انه محمد صلاح بطيارة خاصة هيطلع من انجلترا للجابون يلعب المطش ويرجع بالطيارة الخاصة برضه من الجابون الى انجلترا مرة اخرى طيب ده ده ملفه مهم جدا يعني اذا بنسبة كبيرة جدا ربما تكون مباراة الجابون اخر مباراة لحسام البدري يعني انا معلوماتي ان هي مش بنسبة كبيرة انه فعلا ده اخر مباراة لحسام البدري ومن ضمن برضه التأكدات انه طارق مصطفى المدرب العام اتم اتفاقه مع نادي شريال الدخان بحيث انه يبقى موجود فيه الدهاز الفني مع طارق يحي طيب مين المرشح بديل لحسام البدري يا محمد عشر الناس على الكلوب هاوسي ما سمعتش كان اضع الخام من علوماتنا انه يتم التفاوض مع مدرب اجنبي الموضوع المدرب المصري غير مرشح تماما مدرب اجنبي وهناك مفاوضات جارية يعني ولكن انه هما متجين الى المجرسة اللاتينية امليكا اللاتينية هيجيبه مدرب من هناك وفيه بعض الكلام وصلنا انه فيه بمفاوضات مرة اخرى مع الارضيانكيني هيبتور كوبر انه يعود مرة اخرى لتدريب منتخب مصر برفقة محمود فايز